يا آخر الدقات في ساعة العمر سيري إلى الجنات بي واحفظي سري كوني كمسك ختاب في آخر الأيام على الخطى ترتاح على العيون تنام يا آخر الدقات كوني كمسك ختاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم في مسك الختاب وربنا يرزقنا إياكم جميعا يا رب مسك الختاب وحسن الخاتمة ويجمعنا جميعا على حوض النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لنشرب من يده الشريفة تشربة هنيئة مريئة لا نظم أبعدها أبدا إنه ولي ذلك والقادر عليه زي ما قلت لكم موضوع ده موضوع الساعة موضوع في غاية الأهمية أنا عايز أديك نمازك طول ما إحنا عايشين طول الشهر كده نمازك كبيرة جدا جدا لناس عاشت لله وعاشت يعني متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وربنا رزقهم فعلا مسك الختام وحسن الخاتمة عشان نتأسى ونقتدي بالناس ديت ونتمنى إن ربنا يكرمنا يعني كتير جدا من الناس حتى فصلنا الحالي كان لحد منهم مثلا يقول يا رب ارزقهم حسن الخاتمة طب نفسك تموت إزاي نفسي موت وأنا ساجد ويموت هو ساجد وتكون علامة صدق بينه وبن ربنا سبحانه وتعالى والتاني يقول يا رب أتمنى أن أموت وأنا بقرأ القرآن فيموت هو بقرأ القرآن والتاني يقول يا رب نفسي أتمنى أن أموت وأنا بحج وأطوف حوالين الكعبة ويموت وهو بيطوف حوالين الكعبة وهكذا يعني عشان كده بنتمنى أن احنا أروحنا ترتقي ونحاول بقدر الإمكان أن تعالوا الهمة إن ربنا يرزقنا جميعا حسن الخاتمة ولكن علامة كل ده أتحكتين الصدق مع الله والشعار بقى اللي احنا رفعناه وهنرفعه طول التلاتين حلقة وماذا أعددت لها ضفنا لله دي ضيف عزيز كريم ربنا رزقه الشهادة في سبيل الله وقبل ما يموت وقبل ما يعني تخرج روحه في آخر اللحظات ببعث رسالة لكل مسلم على وجه الأرض من أجل أنه يبث فينا زيادة في محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضفنا العزيز هو سعد ابن ربيع رضي الله عنه وعن الصحابة تجمعين الحديث روال حاكم بسرد صحيح إن حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وقاله وسلم في غزوة أحد في نهاية غزوة أحد بالتحديد رحمناه دعا زيد بن الثابت زيد بن الثابت ده اللي هو كان كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كان بيكتب الكرآن وهو الذي جمع الكرآن في عهد أبي بكر وفي عهد عثمان فالمهم إن أبعث رسالة قال لزيد بن الثابت التمث لي سعد ابن ربيع دور لعليه فإذا وجدته فقل له رسول الله يقرئك السلام ويقول كيف تجدك يا الله أخوي وحبيبي أخت الفاضلة حد فيكم متخيل إنه هو نايم على فراش الموت وواحد من الصحابة جاي بيقول له النبي بيسلم عليك حد فيكم متخيل من قبل جميلة العظيمة دي ده الواحد بيتمنى يشوف النبي ولو مر في المنام تخيل لو النبي بعتلك بيقول لك أنا بسلم عليك فذهب زيد بن الثابت فوجد سعد ابن الربيع في الرمق الأخير في آخر نفس فقال السلام عليك يا سعد قال عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا زيد قال يا سعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرئك السلام ويقول كيف تجدك يعني كيف حالك فتبسم هو في الرمق الأخير وقال وعلى رسول الله السلام قل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لأجد ريح الجنة الله الله ربنا يرزقنا وإياكم الجنة يا رب الصحابة شاموا ريحة الجنة بجد شاموا ريحة الجنة وما نحن ما بنشوف ماش ليه الناس ده عاشت لله وفينا ناس برضو عاشين لله يا رب ارزقنا يا رب الجنة ورائحة الجنة ونعيم الجنة وصحبة النبي في الجنة أولو آمين بيقول له قل لرسول الله إني لأجد ريح الجنة خب بالك بقى من رسالة اللي بعتها قال له يا زيد وقل لقومي الأنصار لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف ملكوش عذر عند ربنا لو في مكروه وسل للنبي وانتو عايشين وفيكم الروح ملكمش عذر عند ربنا ملناش عذر عند ربنا أن يؤذر رسول الله وفينا عين تطرف ملناش عذر عند الله لو أن إنسان سبى النبي أو سبى أصحابه أو سبى زوجاته أو قضح في الكرآن أو تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بكلام سيء وفينا عين تطرف لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف وفاضت روحه إلى باريها جل وعلا آخر كلمة إني لأجد ريح الجنة النبي بيسلم عليه وهو بيقول إني لأجد ريح الجنة وبيبعث الرسالة للأنصار ومن بعد ذلك من أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عذر لكم عند ربكم أن يخلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف يا الله سعد بن ربيع اللي درب به المثل المثل في الإثار اللي أول ما تذكر كلمة الإثار على طول يطلع قدامك كده شاشة مكتوبة عليها سعد بن ربيع الحديث في البخاري لما الصحابة هجلوا من مكة إلى المدينة وطاركوا أموالهم وضيارهم وطاركوا كل شيء ونزلوا في عيون الأنصار الذين وضعوهم في العيون وأغلقوا عليهم الجفون خوفا عليهم من نسيم الهواء كان النبي بيؤخي بين كل واحد من المهاجرين وكل واحد من الأنصار أنت أخو فلان يشيرك ويعينك ويرعيك ويتحمل نفقاتك ويحطك في أي مكان ويرعي كل ظروفك فكانت المؤخاة بن سعد بن ربيع الأنصاري وبين عبد الرحمن بن عوف المهاجري سعد بن ربيع يعمل إيه يا جماعة يعمل حاجة والله العظيم ما تخطر على قلب بشر يعني غاية ما يستطيع المسلم أنه يفعله مع أخوف في موقف زي ده أنت جاي مهاجر من مكة ونقعد في المدينة وهنصديفك عندي ثلاثة أربعة يام كرم ضيافة وإرشين مع ألف سلام وخلاص أو على الأقل يوم ما يعني أعمل معاك معروف هأجر لك شقة واتفع لك إجارة هو وصل لك أكلك وشربك وخلصت سعد بن ربيع ما عملتش كده سعد بن ربيع جماعة قال لعبد الرحمن بن عوف قال له والله أني لمن أكثر الأنصار مالا أنا أغنى واحد في المدينة فخذ هذا نصف مالي هأسمه معك بالنص فكرت أخي وحبيبي وإنت بتاكل وإنت عايش أحسن عيشا فكرت تقسم اللقمة بينك وبين أخوك في فلسطين أو العراق فكرت أني أنت تقول مش هلبس هدمة جديدة قبل ما أخويا يلبسها في فلسطين وإبني يلبسها في فلسطين فكرت قبل ما تاكل أكل حلوة إن أخوك في فلسطين ونعلاق ممكن ما يكونش يلاقي اللقمة فكرت في كده فقال له خذ هذا نصف مالي وعندي زوجتان فانظر إليهما فأيتهما تعجبك أطلقها فإن مرت عدتها تزوجتها أنت إيه ده ده العرب كان عندهم غيرة لا تختل على قلب بشر ده وصل الغيرة بواحد منهم وإن كان الكلام ده يعني فعله غير صحيح يعني فعله مش مظبوط زوجته رجبت على فرس ولما نزلت قال لقد أحس الفرس وبدفق زوجتي فأتل الفرس الكلام ده مش مظبوط لكن حصل بقى مع الغيرة الشديدة دي كلها يقول له تعالى شوف زوجاتي اللي اتنين واللي تعجبك أطلقها لك ولما تمر العدة بتاعتها تتجوزها أنت لكن عشان فيه إيثار لازم يبقى فيه قدامه عفة تساوي نفس درجة الإيثار ده عبد الرحمن بنعوف قال له بارك الله في أهلك وفي مالك ولكن دلاني على السوق راح السوق وباع واشترى لحد ما ربنا أكرمه بمال بسيط وراح وتقدم لبنت من الأنصار فتزوجها على نوات من ذهب ده سعد بن ربيع اللي كان بيدرب بالمثل في الإيثار وده بيفكر للموقف عجيب جدا أيضا حصل كما في صحيحين لما في يوم اللي كان في البخاري لما في يوم الأيام جاء رجل فقير إلا النبي صلى الله عليه وسأله أن يعطيه طعاما النبي يبعث لبيوته التسعة يا جماعة أنا عايشكوا تتخيلوا الناس اللي زعلانا عشان الحمد لله عندهم أكل يكفيهم سنة بس المشكلة أن يعني مش هعيش عيشة رفاهية لكتير من الناس عيشنا فالنبي عسان بعت لبيوته التسعة يا عائشة عندك طعام قالت له ما عندي إلا الماء يا جوائرية ما عنديش غير مية يا صفية ما عنديش غير مية يا زينب يا فلانا ما فيش بيوته التسعة مفاجر مية ده مين سيد ولد آدم الذي عرضت عليه الجبال مكة أن تصير له ذهبا فقال بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر صلى الله عليه وسلم لكان أكثر دعاؤه اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا اللي مات ودر عمر هنا عند رجل يهودي على ثلاثين صعام من شعير ده النبي فقال من يضيف ضيف رسول الله فتقدم رجل وجاء في رواية أخرى أنه أبو طلحة فأخذه إلى بيت قال لزوجاتي ما عندك من الطعم قالت ما عندي إلا قوت الصبية عنديش غير أكل العيال قال نوم الصبية نيميهم وأعد الطعام من الضيف فإذا ما قمت لإصلاح السراج هتقوم تتولى على لمبة أعمالي نفسك بتولعيها وطفيها ليه طيب قال لهم احنا هنقعد من غير مناكل فالضيف قد يستحي فاحنا هنخليه يأكل واحنا كمان هنحرك بؤنا كأننا بنأكل عشان هو كمان يأكل مين يعمل كده ودخل الضيف وأكل فلما أصبح الصباح جبريل عليه السلام ينزل يقول للنبي اللي حصل يقول له حصل كذا وعملوا كذا وجاب آية من عند المولى عز وجل يتلوها على سمع النبي صلى الله عليه وسلم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يجي النبي قبله الفجرية يقول له لقد عجب ربكم جل وعلا من صنيعكما بضيفكم الليلة يا الله والعجب والضحك أو في برواية ضحك الله عز وجل من صنيعكما بضيفكما فإذا ضحك الله عز وجل العبد في موت كما ثبت ذلك في مسند الإمام أحمد فإن الله يدخل هذا العبد يوم القيامة الجنة بغير حساب والعذاب إيه ده؟ والموقف ده بيفكرني موقف تاني كمان حصل في اليارموك أكرمة ابن أبي جهل أكرمة ابن أبي جهل اللي أبوه كان قمة في القفر كان في العونة هذه الأمة ابنه كان صحابة جليل أسلم في عام الفتحة نعم لكن أسلم وكان صحابة جليل جدا ما شاء الله في معركة اليارموك كان في الرمق الأخير فطلب شوية مية وكان جنبه ستة فبص لما راجل جاب له المية بص للي جنبه لقى عطشان فقال للرجل لأنه كان جاب شوية مية كوب صغير كده فقال له سقه ادي له هو المية الشابة طب ما أنت محتاجها هو محتاجها هو كمان فجاي اديها للتاني فالتاني بص للتالت لقى برضو عطشان قال له ادي للتالت التالت لقى الرابع عطشان وهكذا لحد ما وصله للسادس فقال له اديها للسابع فالرجل جاي اديها للسابع الآمات رجع للسادس الآمات رجع للخامس الآمات لحد ما رجع لهم كلهم لقى هم ماتوا وما حد تشوفهم شير ببق مية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصص ده سعد بن ربيع اللي ختمت له الخاتمة الجميلة ديت ما فكرش أنه هو يختزل شيء لنفسه قال له خد نص صروتي وعندي زوجتان سبحان الله الدرس الجميل اللي ناخده من سعد بن ربيع شفت أديه كان بيحب النبي شفت أديه فاكر النبي حتى في آخر لحظة في عمره مش بيعني مش فاكر يعني النبي بعيد له السلام وهو استحق من النبي بعيد له السلام أنه بيحب النبي جدا لا أعوذ لكم عند ربكم أن يخلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عينه تطرف سعد بن ربيع كان بيحب النبي جدا ومش هو بس كل الصحابة الصحابة كان دائما رفعين هذا الشعار وهم بيكلموا النبي كل واحد يجي كلمه إيه بقابي أنت وأمي يا رسول الله ليه ما قالوش بزوجتي وأبنائي لأن الأب والأم أغلى من الزوجة والأبناء طبعا شيء طبيعي الأب والأم ما يتعوضوش الزوجة تتعوض والأولاد يتعوضون يما الأب والأم ما يتعوضوش أبدا يا جماعة يا شباب يا شباب اللي مزعلين أهليكم يا شباب اللي بتخلوا الأم والأب يناموا ودواهم على خدهم العقوق تقوا ربنا النبي على السلام يقول الوالدوا أوسطوا أبواب الجنة أوسط يعني أحسن أبواب الجنة أحسن باب من أبواب الجنة باب بير الوالدين ربنا يرزقنا أياكم بير الوالدين تخيل مدى حبه للنبي على السلام وتخيل مدى حب الصحابة كلهم للنبي تعالوا نشوف مشاهد كده جميلة بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ودخل على أبو بكر كما عنده البخاري في وقت لم يكن يأتي فيه إلى أبو بكر فقال أبو بكر بأبي هو وأمي ما جاء في هذا الوقت إلا لحاجة حاجة مهمة جدا فقال قد أذن لي بالهجرة يا أبو بكر فقال أبو بكر وهو يبكي الصحبة يا رسول الله الصحبة يا رسول الله قال الصحبة يا أبو بكر قالت عائشة والله ما رأيت أحدا يبكي من الفرح إلا عندما رأيت أبي وهيبكي من شدة الفرح هو فرحة ليه ده السيوب بره مستنيها مش مشكلة أموت بس أبقى مع النبي أتقطع حتة بس أحمي النبي ويمشي أبو بكر الصديق قدام النبي مرة وورا مرة وعن يمينه مرة وعن يساره مرة ويتعجب النبي صلى الله عليه وسلم زي ما أنتم متعجبين دلوقتي ما حملك على هذا يا أبو بكر قال يا رسول الله أذكر الطلب قريش اللي طلباك وعايزة جيبك وعايزة اقتلك فأمشي خلفك وأذكر الرصد العيون والجواسيس اللي مستنيك طول الطريق فأمشي أمامك وعن يمينك وعن شمالك لا آمن عليك أبدا يا رسول الله ويسأل النبي يقول له أبا بكر لو كان شيء لو كان في أزى من قتل الأزى الضرب إلى غير ذلك لو كان شيء لا أحببت أن يكون بك دوني فيقول أجل والذي يبعثك بالحق فلئن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد ولئن قتلت أنت يا رسول الله هلكت الأمة كلها ويمشي أبا بكر معاه ويوصل للغار ويقول له يا رسول الله انتظر حتى أدخل وأنظر ما في الغار فإن كان به أذى يكون بي دونك يا رسول الله أنا أفديك بروحي يا رسول الله ويدخل يلاقي الغار ما فيهوش حاجة بسيلاقي ثلاث حتة فتحات في الحيطة كده شق التوب بتاعه وشقه نصين وحطه سد الحتة دي والحتة دي فدت حتة واحدة فتحة واحدة فرح نعم على الأرض وسدها برجله وقال الآن ندخل يا رسول الله دخل النبي من شدة الأحياء والتعب نام ووضع خده الكريم على حجر أبي بكر يا بغتك أبو بكر وجاء شيء من الجحر ولدغ أبا بكر حاجة لدغته فمن شدة السم ومن الألم رح بكى تأمل معايا المشهد العجيب ده دموع أبو بكر نزلة على خد المصطفى صلى الله عليه وسلم الدموع نزلة على خد المصطفى طب ليه مستحمل ده كله عشان ما يصحيش النبي فدموع أبو بكر نزلة على خد النبي على السلام فالنبي طبعا دموع صخنة فأول ما نزلة على خده فالنبي صحي قال ما بكى أبا بكر قال لدغته يا رسول الله قال وما الذي منعك أن تخبرني قال خشية أن أوقذك وأنت متعبني يا رسول الله تعرف تحب النبي كده تعرف تحب النبي كده وما ما بتسفعيش كلمه ليه لما بيقورك بالحجات بتقولي أنا بحب وأنا واصق والله أن أنت بتحبيه بس الحب ده صادق هنترجمه العمل ولا بش هنترجمه العمل بتحب النبي فعلا طب ليه ما بتصلش عليه بتحب النبي طب ليه ما بتسجدش لله هو مش نبي أمرك بكده سبحان الله فقام النبي وتفل على جرح أبي بكر فبرأ أبو بكر بإذن الله والمشهد ده ما يقلش عن المشهد الجميل اللي حصل في غزة أحد لما انقض المشكون على سبعين من الصحابة وقتلوهم وراحوا بعد كده عايزين يقتلوا النبي عايزين يقتلوا الرجل الذي ما أرسله الله إلا رحمته للعالمين راحين عايزين يقتلوا النبي والنبي رحم نادع الصحابة قال إلي أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمع تسعة سبع من الأنصار واثنين من المهاجرين سبع من الأنصار واثنين من المهاجرين اللي أم سعد بن أبي وقاص وطلح بن عبيد الله فقال النبي والحديث روى مسلم قال من للقوم مش وهو في الجنة لا وهو رفيقي في الجنة فتقدم السبع من الأنصار الواحد تلو الواحد فقتلوا جميعا دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان آخر واحد اسمه عمارة ابن يزيد ابن السكن حصل منه موقف مؤثر جدا أول ما تقتل في الرمق الأخير قعد يصحف على أديه ورجليه لحد مواصل لقدم النبي وغضع خده على قدم النبي ونظر إليه ومات كأنه بيقوله أنا وراك يا رسول الله أفديك بروحي وخدي على رجليك يا رسول الله فنظر النبي بتأثر إلى سعد بن أبا وقاس وطرح بن عميد الله وقال ما أنصفنا أصحابنا سبناهم يتقتلوا كده ثم نثل كنانتها الكنانة اللي فيها السهام وعطاها لسعد بن أبا وقاس وقال ارمي سعد في ذاك أبي وأمي ثم بعد ذلك تقدم المشركون ولم يكن مع النبي إلا طلح بن عميد الله فقال النبي من للقوم قال أنا يا رسول الله دخل طلح يقاتل وأول دخل قدام المشركين أطعولوا صابع الأربعة فقال حس فقال النبي لو قلت باسم الله لرفعتك الملائكة إلى السماء الدنيا والناس ينظرون إليك وفي رواية أحمد قال لو قلت باسم الله لرأيت يبنى لك بها بيت في الجنة وأنت حي في الدنيا طلح بن عميد الله كان يشير النبي النبي كان متعب لأنه كان وقع أبلها في حفرة وانكسرت ربعاته وشج جبين ونازفت دابه الشريف كان تعبان طلح يشير النبي ويرجع بظهره أول ما يقرب المشركون يحط النبي على الأرض ويقوم يقاتل حد ما وصل للصخرة في حوالي مسافة ما تتعداش عشرة متر تخيل في العشرة متر دولت طلح بن عميد الله انضرب كم ضربة لك أنت تخيل قل لي بنفسك انضرب تسعة وتلاتين ضربة بالسيف لم يسلم منها ولا جزء من جسمه حد دم أديه تشلت طلح بن عميد الله بعد الموقف ده إيديه تشلت فما استطاع أن يحمل النبي عايز يشيره مش قادر إيديه تشلت فقام النبي وصعد على الصخرة وقال أوجب طلحة اللهم أوجب لطلحة الجنة فكان من العشرة الذين بشروا فيما بعد بالجنة يا الله أبو بكر أول ما تذكر قدامه غزة أحد يبكي ويقول كان هذا اليوم كله لطلحة بن عبيد الله طلحة بن عبيد الله طلحة الخير طلحة الجود تعال نشوف حديث عجيب جدا حديث البخاري ومسلم كان الصحابة سمعوا والنبي سمع أن مالك غسان عايز يغزل المدينة وعايز يقتل الصحابة وقتل النبي فكل يوم هم مستنين وحطين دوريات وحراسة على الأبواب المدينة فجأة عمر بن الخطاب كان لي صديق من الأنصار كانوا بيشتغلوا مع بعض هو ينزل يوم للنبي والتاني ينزل يوم للنبي وكانوا بيتنابه في الشغل فجأة بيول طرق علي بالليل طرقا شديدا عمر بن الخطاب فزع ففتح الباب وقال ماذا بك أجاء غسان يعني مالك غسان دخل المدينة وغز المدينة قال بل ما هو أشد من ذلك وأهول قال ما هو قال طلق النبي أزواجه طبعا دي كانت إشعة طلعت النبي صلى الله عليه وسلم كان آلة يعني حلف أنه ما يخشش بيت أزواجه شهر كامل شهر كامل ما يخشش بيته ولا أحد من زوجته كان لموقف معين فشعة خبر أن النبي طلق أزواجه هو ما كانش طلقهم صلى الله عليه وسلم فعمر بن الخطاب بيقول له ما الذي حدث أجاء غسان قال ما هو أشد من ذلك وأهول ما هو قال طلق النبي أزواجه طب هو طلق النبي الأزواجه أشد من دخول ملك غسان بالجيش بتاعه وإبادة المدينة كانوا بيعتبروا أن إبادة أهل المدينة كلهم أقل من أن يدخل الحزن على قلب النبي يعني دخول الحزن على قلب النبي عندهم أشد من إنهم ما يتقتلوا يا الله شفت حبهم للنبي قدي زيد بن حالثة رضي الله عنه أرضاه لما خير بين أن يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن يرجع إلى أبيه وعمه فاختار النبي صلى الله عليه وسلم ولم يختر أن يرجع إلى أبيه وعمه يا الله شفت الحب قدي كان في يوم الأيام في إحدى الغزوات النبي عسلام بيسوي الصفوف ففيه واحد من الصحابة كان يعني ليه كرش بطنه طالعا قدام شوية فنبي عسلام بيقول استوي يا سواد اسمه سواد بن غزية فالعصايا جات في بطنه فسواد قال يا رسول الله لقد أوجعت بطني فأقدني منك أنا عايز حقي عايز أقتص منك يا رسول الله حد ممكن يقول لك النبي الكلام ده الصحابة استغربوا فالنبي عسلام شو بقى سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم رح رافع اللبس عن بطنه وقال اقتص يا سواد فإن قصاص الدنيا أهون من قصاص يوم القيامة فرح سواد بن غزية حاضن النبي ورح قعد يقبل في بطن النبي فالنبي بيقول له ما حملك على ذلك يا سواد قال لقد حضر ما طرى ولعلي أن أموت فأحببت أن يكون آخر العهد أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله إيه ده؟ إيه الحب ده؟ إيه الناس دي؟ حب يعني مش ممكن امرأة من بني دي النار في غزية أحد هم رجعين من الغزوة أربعة من أعز الناس لقلبها تقتلوا قتل أخوك تقولهم وما فعل رسول الله قتل أبوك وما فعل رسول الله قتل زوجك وما فعل رسول الله قتل ابنك وما فعل رسول الله وقالوا هو بخير قالت أريد أن أرى فذهبوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبكت وقالت كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله كل حاجة في الدنيا يدي تهون مدمت أنت بخير يا رسول الله يا الله خبيب بن عدي يعلقوه في مكة عايزين يشنقوه أبو سفيان هو اللي كان يشرف على قتله وكلام ده قبل إسلام أبو سفيان رضي الله عنه وارضاه أبو سفيان يقول له أتريد شيئا قال أجل أريد أن أصل لركعتين ينزل ويتوضى ويصليون بسرعة خشة أن يظن النبي أنا ما به جزعا من الموت أنه خايف من الموت ويطلع وثم ينظر إلى السماء يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام وإني لا أجد من يبلغ رسولك من السلام فبلغه من السلام والله يا جماعة ما تستغربوا على الحب ده إذا كانت الجمادات أحبت النبي والله أحبت النبي النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري يعد من جنب جبل أحد هو والصحابة ويقول أحد جبل هو جبل سخور وإحجار ورمل وطوب لكن لي أحسيس وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهنا تسبحهم وصخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير يا الله يقول أحد جبل يحبنا ونحبه ونحن والله نحب جبل أحد لأن النبي أحبه ولأنه أحب النبي صلى الله عليه وسلم ويتحول الحب إلى واقع عملية يطلع النبي فوق الجبل فالجبل يهتز وكان فوق الجبل النبي أبو بكر وعمر وعثمان وإذا بنبي يقول أثبت أحد فإنما عليك نبي أو صديق نبي وصديق وشهدان شهدان لأم عمر وعثمان وإنما عسلم يقول كما عند مسلم والله إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعث يقول السلام عليك يا رسول الله فانظر النبي فيجد الصوت خرج من حجر وابن مسعود يقوله كما عند مسلم كنا نسمع صوت تسبيح الحصة في يد النبي وفي رواية البخاري كنا نسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي وبكى الجزع لفراق النبي النبي كان بيخطب على جزع من نخلة جزء مكتوع من نخلة في يوم الآمن امرأة من الأنصر قلت له نصنع لك منبر يا رسول الله قال اصنعه فصنعه منبرا للنبي صلى الله عليه وسلم فقام النبي في الجمعة التي تريها وصعد على المنبر وطرك الجزع فحن الجزع وبكى فنزل النبي والتزم الجزع احتضن الجزع تخيل أسيب خبت الجمعة عشان أنزل أحد خشبة فاحتضن الجزع فسكن الجزع فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لو لم ألتزم الجزع لظل يحن ويبكي إلى قيام الساعة الله نعرف نحب النبي كده جماعة المسألة مش مسألة كلمات وخلاص وإن أنا أصلي على النبي وخلاص فين اتبعنا للنبي فين نحن نعيش على سنة النبي فين الأولادك علمتهم الصالة وعلمتهم سنة النبي وصيرة النبي وصيرة الصحابة ولا لأ حجبت بناتك وزوجتك ولا لأ مليت بيتك بالقرآن والسنة ولا لأ عشت على هدي النبي ولا لأ أسبت سنة النبي ولا عشت على سنة النبي محتاجين عشان ربنا يرزقنا مسك الختام يا رب يرزقنا وإياكم مسك الختام لكن بذكرك بشعارنا وماذا أعددت له فمحتاجين نحن نلحق ونتدارك أنفسنا قبل أن نندم جزاكم الله خيرنا على حسن الاستماع ربنا يرزقنا وإياكم مسك الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى أليه وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا آخر الدقات في ساعة العمر سيري إلى الجنات بي واحفظي سري كوني كمسك ختام في آخر الأيام على الخطى ترتاح على العيون تنام يا آخر الدقات كوني كمسك ختام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر